السلام عليكم أصدقائي تحياتي لمتابعينا من كل مكان قبل أن نبدأ بتفاصيل هذا الفيديو هناك ملاحظة مهمة وهي بخصوص الخبر الذي نشرناه يوم أمس عن المجرمة الألمانية التي قامت بطعن شاب عراقي برقبته وتوفي لاحقا رحمه الله تواصل معي بعض أصدقاء الشاب اللي اسمه زياد بعضهم كانوا سوريين وبعضهم كانوا عراقيين تواصلوا معي وأحد أصدقاء نشر لمعلومات أخرى غير التي تم ذكرها بالمواقع الإخبارية على سبيل المثال قصة الفتاة الألمانية ومراسلات بين الضحية والفتاة وحتى صور حضروها أصدقاء من داخل جلسة المحكمة الكثير من أصدقاء المرحوم زياد ويعني بعض التفاصيل الأخرى الحساسة مثلا أنه زياد لم يصطحب الفتاة إلى منزله بل تعرف عليها وركبت بسيارته وجرى طعن بداخل السيارة من بداية لحظة لقاء بيها حتى أنه هناك صورة من داخل السيارة طبعا لا أستطيع نشرها بسبب منظر الدم وهذه معلومات أعيد وأكرر لا تشبه ما نشرته بلد الإخبارية بتحديث يوم أمس لذلك نسترعي الانتباه أصدقائي يقولون أن المرحوم كان خلوق ومؤدب واجتماعي وحسن الخلق ربي يرحمه ويصبر أهله أجمعين أصدقائي أريد في هذا الفيديو أن أبدي تضامني مع الطفل المغربي ريان ذو الخمسة أعوام الذي سقط ببئر بمدينة شيف شاون بشمال دولة المغرب البئر عمق 32 متر والطفل بالبئر منذ ثلاثة أيام بدون أكل وبدون شرب أكثر ما لفته انتباهي بقضية ريان هو تضامن العالم أجمع معه وخصوصا أبناء الجاليات العربية والجاليات المهاجرة بكل الدول الأوروبية هناك بالوقت الحالي خمسة آليات حفر وحسب آخر التحديثات فإن الحفر قد توقف على بعد ثلاثة أمتار من مكان الطفل المسكين ريان الحفارون حذرين بالوقت الحالي المهندسين أيضا حذرين بسبب حدوث انهيارات أرضية قد تؤثر على الطفل نتمنى أن يتم إنقاذه وأن يجمع الله بأهل وأصدقاء المغاربة الذين لا أملك لهم سوى الحب والاحترام والتقدير إلى الجالية المغربية وإلى الشعب المغربي وأتمنى أيضا أن يتم التحقيق مع أهل الطفل كيف جعلوا الطفل اللي عمره خمسة سنوات يذهب بعيدا لمكان البئر بعيدا عن المنزل لماذا لم يهتموا به أصدقائي الموضوع الآخر في ألمانيا تم تسجيل 248 ألف إصابة بفيروس كورونا وهي يعني تقريبا ربع مليون ومئة وسبعين حالة وفاة على الرغم من أنه هناك اعتقاد بأنه الكثير من الحالات في ألمانيا لم يتم تسجيلها والسبب أن الناس اكتشفوا أنهم أصيبوا بمنزلهم عملوا شنيل تيست واكتشفوا أنهم يعني أصيبوا بكورونا ولم يتمكنوا من التبليغ عند الدوائر الصحية ربع مليون هو ليس بالرقم القليل أنا ملاحظ لشيء يحصل بهذا الوقت وهو أنه الكثير من معارفي مصابين بكورونا أنتم كذلك أصدقائي هل يوجد أشخاص تعرفوهم مصابين بكورونا حاليا اكتبونا بالتعليقات وأرجو من الأشخاص الذين أصيبوا بسلالة الأوميكرون أنه يكتبونا بالتعليقات هل يعني هذه السلالة مجرد قريب عادي مثل ما يقول البعض أم يعني أعراضها خطيرة ويعني مزعجة مثل ما يقول الكثير من الناس الموضوع الآخر أصدقائي من المتعارف عليه أنه في ألمانيا إذا لديك خلاف مع أحد فبإمكانك اللجوء للشرطة أو اللجوء للقضاء هذا اليوم كان هناك قرار هام جدا من محكمة الأسرة في نيدا زاكسن والقرار جاء بسبب خلاف بين الوالدين ولكن هذا الخلاف حول ماذا؟ حول تلقيح أطفالهم اختلف الوالدين المطلقين حول تلقيح أطفالهم ببداية الأمر كانوا أثنينهم موافقين على تلقيح أطفالهم اللي عمر أحدهم 12 عام والآخر 14 عام ولكن الأم قلبها قام يلعبها لأن الطفل هو فلذة الكبد لذلك الأم ذهبت لطبيب الأطفال وسألته عن حالة أطفالهم وقالت له هل يصلح لهم اللقاح؟ ما هو رأيك يا طبيب الأطفال؟ الطبيب أجاب نعم أن اللقاح يفيدهم وأنصح بأن يأخذوه الذي حصل لاحقا هو أنه الأم رفضت أن يتم تلقيح الأطفال ورفضها كان نهائي رغم توصيات الطبيب ورغم توصيات لجنة إشتيكو بألمانيا الأب لم يسكت وذهب إلى القضاء ورفع دعوة على الأم القضاء نظر بالدعوة واستند بحكمه على توصيات لجنة إشتيكو والكثير من السوابق القضائية الأخرى المشابهة وجاء الحكم كالآتي تنقل توصيات التطعيم إلى أحد الوالدين وهنا بهذه الحالة تنقل إلى الأب كون يريد تلقيحهم والأمر يعتبر يصب بمصلحة الأطفال ويحميهم من المرض الموضوع الآخر أصدقائي هناك دعوة لتخفيض أسعار الكهرباء وهناك مناقشة حول أسعار الكهرباء بألمانيا التي تعتبر الأعلى بين كل دول العالم نشرت القناة الألمانية الأولى على موقع تاقز شو أنه هناك حقيقة يتم تجاهلها دوما وهي أنه الدولة حسب كلام يعني راين هولتس اللي هو رئيس رابطة دافعي الضرائب قال أن الحكومة الألمانية هي مستفيدة بشكل كبير من ارتفاع أسعار الكهرباء عن طريق ارتفاع أسعار الضرائب أيضا وقال هولتس أنجل أنه الحكومة الألمانية حققت بالعام الماضي 2021 مبلغ 12.5 مليار يورو نتيجة استحصال أموال ضريبة ثاني أسيد الكربون الذي ندفعه كلنا عند تعبئة الوقود وعند دفع فواتير التدفئة وعند دفع فواتير الكهرباء وطالبت جمعيات دافعي الضرائب من الحكومة الألمانية بتخفيض ضريبة الكهرباء أو حتى ألغاءها إن تطلب الأمر من ناحية أخرى هناك تحركات تتخذها الحكومة الألمانية حيث يجري الآن للبحث بإلغاء أو تخفيف ضريبة الإي إي جي المتعلقة بالكهرباء ومن المحتمل أن يتم تقليلها أو إلغاءها بالقدر الذي يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي للتفكير أصدقائي هناك الكثير من البلدان التي ألغت بعض الضرائب لأجل التقليل من وطأة الغلاء على سبيل المثال بولندا ألغت ضرائب المحروقات على سكانها والآن سعر الوقود الديزل والبنزين تحت اليورو 16 سنت بحيث سكان المدن القريبة من بولندا المدن الألمانية هجروا محطات الوقود الألمانية وكلهم يذهبون لبولندا لتعبئة الوقود والتسوق وخصوصا بنهاية الأسبوع المعابر الحدودية تشهد ازدحامات كبيرة جدا أصدقائي الموضوع الآخر مهم جدا في ولاية راينلاند فالس قبل بضعة أيام قتل الشرطيين بسلاح صياد كان يصيد الحيوانات البرية بصورة غير شرعية وكل ألمانيا تقريبا كانت بحالة حزن على أرواح الشرطية اللي كان عمرها 24 عام والشرطي الرجل اللي كان عمره 29 عام من ناحية أخرى نعرف أنه بألمانيا هناك قانون ينطبق على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تيك توك ويوتيوب وهو إجبار المنصات ليس فقط على حف المحتوى التحريضي بل على الإدلاع ببيانات للشرطة عن الأشخاص المحرضين على العنف أو الذين يدعون للكراهية أو للإجرام أو لتهديد الآخرين هذا اليوم في رايلاند فالز في مدينة بيكندوف جراء اعتقار رجل من منزلة بسبب تعليق كتبه على موقع فيسبوك والتعليق كان دعوة لقتل الشرطة وكان الرجل قد أقام احتفال على يعني بروفايل الفيسبوك الخاص بي فرحا بقتل يعني الضابطين بالشرطة الألمانية وعنده مداهمة منزلة بساعة العاشرة ليلا وجدت الشرطة أن باب الشقة كان محصن جدا بحيث تم فتحه بالقوة ووجدوا أن الرجل لديه مضرب بيسبول ولديه قوس ونشاب يعني قوس وسهم وكان الرجل قد قاوم اعتقالهم لذلك استخدموا الصاعق الكهربائي لصاعق الرجل الذي عمره 55 عام وسيتم توجيه تهمة ضده وهي التهديد بارتكاب جرائم جنائية ويعني تهديدات الآخرين بالقتل وتم نقلة لإجراء فحوصات مؤقتا بقسم الأمراض النفسية بأحد المشافي في رايلاند فالس وحتى صدر الحكم النهائي بحقه تم اطلاق صراحة بعد إجراء التقييم نفسي وسينتظر النطق بحكمه الموضوع الآخر أصدقائي لأول مرة وزارة الداخلية تتحدث مع مالكي تطبيق تليجرام وزارة الداخلية أرغمت مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا كلها على اتخاذ إجراءات معينة لحماية الأمن بألمانيا إلا تطبيق تليجرام الذي يعتبر مكان تشغيله بدبي حاولت وزارة الداخلية عشرات المرات التواصل مع مشغلي تطبيق تليجرام المشفر تشفير عالي والذي لا يمكن مراقبته بسهولة الآن هناك تقرير من وزارة الداخلية الألمانية يفيد التقرير بأنه تمكنت الوزارة من إقامة اتصال مباشر مع مشغلي تليجرام بعد ضغوط متواصل عديدة وأجر المحادثة وزير الدولة اللي هو ماركوس ريختا ومجموعة من المسؤولين الألمان ويعني أثناء المحادثة مع مسؤولي التطبيق طلبت ألمانيا تعاون أكثر في مكافحة المحتوى الإجرامي والتحريض على القتل بهذا التطبيق الذي يعتبر ملاذ آمل للمجرمين حسب المصدر من القناة الألمانية الأولى المحادثة كانت ناجحة وواعدة كما وصفتها وزارة الداخلية وبسبب أن التليجرام يستخدم الكثير من منكري كورونا وبعض المتطرفين من اليمين المتطرف تقول حكومة الألمانية أن التطبيق بدأ يستم استخدامه لأجل الدعوة للعنف ونشر عنوين حساسة وعناوين بيوت مسؤولين وسياسيين وحتى يتم التخطيط لجرائم القتل بالتطبيق وبوقت سابق وزير العدل الألماني ماركو بوشمان كان قد هدد مشغلي التطبيقات على التواصل الاجتماعي بالمقاضات أو التغريم أو حتى حضر التطبيقات بألمانيا في حال لم يتم الاستجابة لمراسلات الحكومة الألمانية والتعاون مع ألمانيا فهذا الخبر وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفاديت وتحياتي لكم ربي يحفظكم مع السلامة